موسيقى إحدى القوانين القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء راجعوا بحث القواعد الفقهية وهذه القاعدة حقيقة نافعة في جميع أبعاد الحياة نافعة لسعادة الإنسان في كل أبعاد الحياة وهذه القاعدة قاعدة التيسير هذه القاعدة حقيقة تشمل كل نواحي الحياة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر التيسير هذه القاعدة تشمل الصلاة تشمل الصلاة تشمل الحج تشمل الاعتكاف تشمل الوضوء تشمل الغسل تشمل التيمم تشمل العقود تشمل الإيقاعات تشمل القضايا السياسية تشمل القضايا الاجتماعية تشمل القضايا العائلية لها عرض عريض إذا حبيتوا أن تعرفوا العرض العريض لهذه القاعدة وكيف أنها تتدخل في كل شيء في حياتنا حتى في صلاتنا راجعوا كتاب القواعد الفقهية للوالد حفظه الله ذاكر جوانب من شمولية هذه القاعد حتى اليوم عندما نرجع إلى بيوتنا هذه القاعدة كيف نتعامل في البيت أكو بعض الأفراد منطلقهم في الحياة منطلق التعسير وكلنا أو أغلبنا مبتلون بهذا وأكو أفراد منطلقهم في الحياة منطلق التسير النبي صلى الله عليه وآله يقول يسروا ولا تعسروا في كل شيء بدون تعقيد هذه القاعدة التي قررها القرآن الكريم وقررها النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث آخر بعثت بالحنفية السهلة يعني بسيط يعني ما في تعقيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر